ينضم كمان إلينا عبر الهاتف السيد السفير عسين هريدي مساعد وزير الخارج الأسبق سيد سفير تحياتي أهلاً وصهلاً أهلاً بحضرتك كفان سيد سفير يعني الحديث يدور حول استمرار المجازر الإسرائيلية حتى مخيمات النازحين لم تسلم وتم استهدفها بشكل فج إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن يقبل المجتمع الدولي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المجازر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المجازر التي فاقت التصورات والحدود يعني طبعاً ما تم أمس ليس بجديد وليس بغريب وليس مفاجأة من جيش الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي ثاني الشيء اللي لفت نظري في ذلك طبعاً يعني أتقدم بخالص العزاء للشعب الفلسطيني ليس فقط في ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على هذا المخيم أو هذا المعسكر المؤقت أمس وانما كل شهداء شعب الفلسطين في الضفة والقطاع على مدى سنوات وبصفة خاصة على مدى الثمنتشر الماضي ما لفت نظري في التوقيت هو أنه حدث بعد يومين من صدور أمر أو قرار من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي يطال في إسرائيل وقف عملياتها في رفح فوراً فوراً لأنه والنهية تجنب المدنيين الفلسطينيين على حسب ما جاء في القرار يعني القضاء عليهم قضاءاً شاملاً أو جزئياً وطلبتها أن هي تقدم للمحكمة في غدون شهر اعتباراً من يوم الجمعة الماضية تقرير على الإجراءات التي اتخذتها من أجل الامتسال لما جاء في قرار المحكمة العدل الدولية أو يوم الجمعة الماضي ده اللي لفت نظري أنا شخصياً في هذا الهجوم وأنا يعني طبعاً على حسب الجانب الإسرائيلي ده يعني طيارات السلاح الجو الإسرائيلي هو اللي تعامل مع هذا المخيم المؤقت للفلسطينيين لكن أنا تقديري شخصي تقديري شخصي دي مقصودة دي مقصودة لتحقيق عدة أهداف من وجهة النصر الإسرائيلي هي بترد على محكمة العدل الدولية وعلى كل الدول التي أيدت محكمة العدل الدولية سواء بطريقة أو غير مباشرة تم أنها بتبعث برسالة أنها ماضية في تحقيق الأهداف غير المعلنة التي تسعى أو التي سعت لتحقيقها وتسعى لتحقيقها في القطاع ستسفير يعني بالتأكيد زي ما أوضحت هناك أهداف غير معلنة ولكنها أصبحت يعني مع طول العملية العسكرية الإسرائيلية معلنة هي فكرة التطهير العرقي وجعل الأراضي الفلسطينية هي أراضي فلسطينية بلا فلسطينيين على الإطلاق وهناك أسلوب ممنهج لدى جيش الإجرام الإسرائيلي أصبح واضح فيما يتعلق بهذا الأمر تحديداً إلى أي مدى يمكن أن يقبل المجتمع الدولي يعني هذا الأمر وإلى أي مدى يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الضغوط الدولية التي أصبحت حتى من الجانب الأوروبي إحنا حضرتك هذه الحرب هذا الأدوان استمر ومستمر في شهر الثامن صحيح وتوال هذه الفترة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالرغم من التصريحات التي تصدر عن الدول الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي عن الإدارة الأمريكية من أين لآخر فإسرائيل ماضية فيه تحقيق أكثر لأنه يجب أن نواجه الحقيقة يجب أن تكون عندنا الشجاعة ونواجه الحقيقة في دوائر في الغرب لا تعارض ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه لكنهم لا يجرؤون على إعلان ذلك والدليل على ذلك أن إسرائيل حضرتك طول الثامن تشر فيه فيه حضرتك ضحايا كل يوم ضحايا كل يوم أمامنا أمامنا كمصريين وأمامنا كعرب وأمامنا كمسلمين وأنا بقى رأي شخصي حضرتك سمحت لي على ضوء هول على ضوء هول ما رأيناه على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى يد رئيس حكومة وقع منذ أربع سنوات اتفاقيات سلام مع دول عربية من هول ما رأيناه أن إحنا بقى ما نتكلمش على المجتمع الدولي ما نتكلمش على الدول الأوروبية ما نتكلمش على الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو الحتاقتي نتكلم عن دورنا إحنا هنعمل إيه؟ صحية أما بقى المجتمع الدولي ما احترامي طبعا يعني كل التصريحات اللي بتصدر وكل النواية الحسنة لكن في نهاية اليوم إيه المحصلة إيه المحصلة على الأرض مزيد من الإجرام الإسرائيلي مزيد من القتل مزيد من تدمير البنى التحتية في غزة مزيد من إرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية مزيد من الاعتقالات نهينا لن نتحدث عن التعذيب الذي يحدث للفلسطينيين بالسجون والمعتقلات الإسرائيلي طيب فإحنا بقى يعني أنا رأيي أنا شخصي معلش أنا يمكن أكون حسان ننسى بقى حضرتك المجتمع الدولي وننسى الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن ومحكمة العدل نترك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية دي نحيها جانبا حضرتك يعني معلش دي قضية أخرى لكن أنا بتكلم على الدول على القوة طيب سيد سفير سيد سفير اتصاقا بما ذكرته مصر دزلت جهود مضنية على كل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية مع كل الأطراف من أجل وضع التصور لمعالجة الأزمة بشكل أو بآخر إلى إيه مدى في تقديرك إلى جانب مصر الدول العربية الفاعلة في المنطقة وعلى المستوى الدولي مدعوة الآن لتعامل مع هذه الأزمة التي فقط الحدود يعني متى يكون هناك دور فاعل لهذه الدول بشكل حقيقي إلى جانب الدور المصري ده بقى حضرتك سؤال طبعا سؤال أحيي حضرتك عليه شكرك وهو ده سؤال الساعة وده هو السؤال الذي يجب أن نطرعه على أنفسنا وإنما اللي يرد عليه هي الحكومات العربية المعنية أنا رأيي أنا هحتفظ بي نفسي لاعتبارات لا داعي للغوض فيها صحيح رأيي هحتفظ بي نفسي لكن هو سؤال أنا أحيي حضرتك عليه وقناة النيل الأخبار لكن الحكومات العربية اللي هي يجب أن ترد على هذا السؤال لأنه ليه يجب أن ترد على هذا السؤال لأن هذا السؤال اللي حضرتك طرحته حضرتك طرحته بالنيابة عن الجماهير والشعوب العربية حضرتك طرحته بالنيابة وباسم كافة القوى السياسية العربية لأنه يعني لأنه مش عايزة اقول ان فهد الكيل لكن مش عايزة اقول كده لكن احنا محتاجين لوقفة مع النفس شكرا جدا شكرا شكرا السيدة سافير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجاء الاسبق شكرا جزيلا